بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن الصلاة ونتحدث عن المكرهات في الصلاة من المكرهات في الصلاة أن يصلي الإنسان وهو حاقنا لبوله أو بحضرة طعام يشتهيه وهو جائع والدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان وهو البول والغائض ولأن ذلك أيضا أدعى أن لا يخشع الإنسان في صلاته وينشغل عنها أيضا من المكرهات تكرار الفاتحة في الركعة مرة أو مرتين وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر الفاتحة على وجه التعبد ولا شك أن من فعل ذلك فقد أتى بمكروه السنن في الصلاة للصلاة سنن يستحب مراعاتها من هذه السنن الصلاة إلى سترة يسن الصلاة إلى سترة ودليل هذه السنية أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فأما أمره صلى الله عليه وسلم فإنه قال إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم يعني يجعل له سترة ولو بسهم وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام يجعل له سترة وذلك بأن تركز له العنزة العنزة يعني العصى في أسفاله فيصلي إليها فهذا دليل على أنه يسن للمصلي أن يتخذ سترة حتى لا تقطع صلاته وقيل أن السترة واجبة يعني القول الأول أنها سنة وبعض العلماء قالوا لا السترة واجبة لا بد أن يجعل له سترة يصلي إليها والذي يترجح والله أعلم هو قول الجمهور الذي يقولون بأن السترة سنة لأذلتهم القوية وابن عثيمين رحمه الله اختار هذا القول أنها سنة وليست بواجبة مسألة مرور الكلب بين يدي المصلي قال الفقهاء تبطل الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم فقط يعني من شروط الكلب أن يكون أسود بهيم يعني ليس فيه لون آخر غير السواد وأن يمر بين يدي المصلي من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار يعبر من يمين المصلي إلى سار أو العكس وسواء كان ذلك في الفريضة أو في النافلة واستدلوا على أن مرور الكلب الأسود البهيم فقط هو الذي يقطع الصلاة ويبطل الصلاة بالتالي الدليل على ذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود يعني إذا لم يكن هناك السترة فإن صلاته تنقطع بمرور الحمار أو المرأة أو الكلب الأسود كما ورد في الحديث لكن الفقهاء ذكروا أن الحمار والمرأة استثني بأحديث أخرى أما الكلب الأسود فبقي على أنه يقطع الصلاة وتبطل الصلاة بمروره وعبوره من يمين المصلي إلى يساره أما الأدلة التي أو الاستثناءات التي استثنوا بها وخصصوا بها خروج الحمار وخروج المرأة من أنه يقطع الصلاة فأما الحمار فخصصوه بحديث ابن عباس قالوا حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنه فمر بين يدي بعض الصف وهو راكب على حمار إتان وأرسل الحمار ولم ينكر عليه أحد مر الحمار بين يدي الناس وهم يصلون فلم ينكر عليه أحد ولو كان المرور للحمار يقطع الصلاة فغضبت وقالت قد شبهتمون بالحمير والكلاب لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة وهو يصلي بالليل فلو كانت يعني وجه الاستدلال قالوا لو كانت تقطع صلاته المرأة بين يدي المصلي تقطع صلاته لقطعت صلاته ولم استمر في صلاته ولا قال لها اذهبي حتى لا تقطع صلاته فدل على أن المرأة مستثنى بهذا الحديث ابن عثيمين رحمه الله قال القول الراجح أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود لثبو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من السنن في الصلاة التعود عند آية وعيد والسؤال والسؤال الله عز وجل عند آية رحمة سوى في فرض أو في نفل والدليل حديث حذيف بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء والعمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية وعيد إلا تعود هذا حديث يرويه حذيف بن اليمان وهو من سر النبي صلى الله عليه سلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالبقرة والنساء والعمران لا ينربع آية إلا فيها رحمة إلا سأل الله ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ بالله عز وجل من هذا العذاب فدل ذلك على أنه يسن له أن يتعوذ عند آية فيها وعيد ويسأل الله عند آية فيها رحمة قال ابن عثيمين رحمه الله والراجح في حكم هذه المسألة أن نقول أما في النفل ولا سيما في صلاة الليل فإنه يسن له أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة يسأل الله عند آية الرحمة اكتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث حذيفة ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر خاصة في صلاة الليل التي يسن فيها التطويل وكثرة القراءة والركوع والسجود وما أشبه ذلك أما في صلاة الفرض فليس بسنة وإن كان ذلك جائزا والدليل على أنه ليس بسنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كل يوم وليلة كان يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات كلها جهر فيها بالقراءة كلها جهر فيها بالقراءة ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة ولم ينقل أو لم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك يعني كان يتعوذ عند آيات العذاب ويسأل الله عند آيات الرحمة لم ينقل ذلك في الفرض ولما لم يفعله ولم ينقله الصحابة علمنا أنه ليس بسنة هذا والله أعلم وأحكم